السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشهر سنة ثانية عمين ايه يا رب تكونوا بخير معيكم ورحمة واقل من الفرقة الثالثة والنهاردة وبإذن الله هناخد محضرة كوميونيتي بعنوان ابيديميولوجيكا الستادس انا عارف انكم خلاص فقدتوا الشغف وازهقتوا ومش عايزين تذاكروا وان السنة خلصت بقى وفرقة ثالثة وربعة خلاص وشمال انا كمان عايز اخلص انا عارف شعور ده والله وشعور سائق جدا صراحة اصلا تشعور انك فقد الشغف مش عايز تذاكر دي ها في حد زيتها حاجة مزعجة جدا بس هانت 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 كلها أسبوع ونص هوت خلاصة خالص تستمتعوا بالأجازة بإذن الله رب انكم فعونكم ويقويكم ويلهمكم الصبر على اللي انتم فيه والله يعني ما تحسوش ان الموضوع مأساوي اوه وبإذن الله الموديل ده لطيف وظريف يعني خفيف يعني مش هيخم انكم مجهود كبير كمان تقدروا تلنمو فيه درجات كويسة بس اهم حاجة انتم ما تستهونوش بي انتو ذكروا او زي ما تذكروا عا في العادي حاولوا تجهدوا نفسوك وتذكروا واحتسبوا للنية لله سبحانه وتعالى عشان تؤجروا على كل العذاب اللي انتم في ده انا مش عارف ان كده باهون عنيك ولا بصعبها عنيك اكتر بس والله ربنا يكون في عمكم بجد المحاضر بتاعت النهاردة لطيفة مش هنحس بالوقت فيها بإذن الله الكميونيتي يا شباب بشكل عام عشان بس تكونوا بتذكروا كده على النور الكميونيتي بشكل عام ما بيتفهمش الكميونيتي انت بتعرف الفكرة العامة وتقدر انك عن طريق الامسكيو بقى فهمك لسؤال الامسكيو وتقدر تحل يعني مش زيه زي الفورما مثلا انت كل جملة تفهمها وعارف الدوا ده بيعمل كده ليه ومين جايفين ومين بيبدي على ايه لا الكميونيتي عبارة عن رغي كتير وكله يقدي نفس المعنى فانا مش عاود احفظ الرغي كتير انا هلقط المعنى اللي انا مفروض اذاكرو كويس او افهمه عشان لما يجلي الامسكيو اقدر حل تمام حتى اسئلة الكميونيتي بتيجي بالفهم مش بتيجي بمص الكلام يعني الا في حاجات بسيطة زي تعريفات زي استخدامات حاجة كده والحاجات دي هنقول عليها ان شاء الله في خلال المحاضرة المحاضرة دي هي التالتة انا عارف ان النزل بعدها محاضرات تانية بس الداتا بتاعتها هي اللي اتأخرت ما نزلتش الاول مبارح بالليل فعمل ايه تزبطت وعرفنا يعني ايه نزبطها عندنا كده عشان نقدر نشرحها باذن الله فما تجلقوش خالص وان شاء الله المحاضرة هي ممكن تاخد وقت شوية في الشرحة عشان هي طويلة بس في خلال الشرحة هنقعد نحل مع بعض وناخد امثلة ونفهم دنيا كواس باذن الله بالنسبة للداتا اللي انا هشرح عليها دي فهي فيها نفس كلام داتا الدكتورة كله ماش نقص اي حاجة خالص فلو حبيتوا يعني تذكروا منها لو عايزين تمام بسم الله الرحمن الرحيم نتوكل على الله ونبدأ بالروح احنا نتكلم عن الابيديميولوجي كالاستاذ دراسات الابيديميولوجية ايه بقى الابيديميولوجي دي؟ الابيديميولوجي دي كلمة مشتقة من لفظ يعني يوناني زي ما احنا متعودين معظم الحاجات اللي عندنا في الطب يونانية الاصل تمام؟ بتتقسم لك لازم اقطع ابي يعني اون او ابون يعني على يعني تمام وديموس يعني بيبول ناس ولوجوس يعني ستادي اوف وبالتالي ابيديميولوجي هو دراسة ثانية واحدة هو دراسة على الناس انا بعمل ابيديميولوجي يعني انا بعمل دراسات على الناس تمام؟ حلو جدا طيب عشان كلا لما اجي اعمل اكتب تعريف الابيديميولوجي او اعرف الابيديميولوجي سؤال ده ممكن يجيلي يام سي كيو يجيلي التعريف ويقولee ده تعريف لايه يجيلي بقى ابيديميولوجي او اي حاجة تانية من الحاجات دي فانا اختار ايه اختار ابيدception اي بقى تعريف الايديميولوجي بالروح أنا عندي مجموعة من الناس حلوة عايز أدرس عليهم ظاهرة صحية معاناً سواء الدين كان فهو في المجتمع الصحي أو ظاهرة مرضية يجب أن تكون هناك مرض معين فأنا عندي مرض هعدرسه هل هم من الفديوهات المaison هدرس المرض من ناحية هدارسه من ناحية stove Distribution و Determinance ود 저희 الم ville ايه ما هي هدرس المرض من ناحية توزيع محدداته هذا المرض يجب ان يتواجد في الناس سنهم مين مثلا ضعيبرتس منص مين ممكن اكتر حاجة في كبير السن ساعات يأتو في الاطفال لو كان هو غير موضوع موجود في المرض ما هي المرض ده يجب اننا في الدول الفقيرة مثلا معنا ضعيبرتس اننا افترض مرض تاني يجب ان يتواجد في الدول الفقيرة مرض تاني لا 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 يفرق شى فقيرة عن غني وهكذا هذه المرض السنسي محددات المرض يعني أسبابه علاجه حاجته تزوده محددات المرض ما هو الابديميولوجي؟ عبارة عن دراسة الخاصة الخاصة على مين؟ أنا أعمل هذه الدراسات لكي أطبق النتائج لكي أقدر أقوم بتحفيف الظاهرة السكال فأأنا سأضر بالتصوير في بلاد العالم اسمو حددات المرض ماذا النتائج ماذا حاجة كيف تدرس هذا التصوير أقدم أقوم بحيث وحاجة الإنترات فماذا لا تحفظ أهم شيء تعرف أنه يدخل الدستربيوشن ودترمينز وعندما تجد كلمتين دور في الامسكيو أو تجد في الامسكيو جملة فيما معناها وهذا تعريف الايبديميولوجي أنا ممكن أقول اي تانية عن الايبديميولوجي ايبديميولوجي ممكن أقول ان الايبديميولوجي عبارة عن basic science of public health يعني هو العلم الأساسي للصحة العامة تمام؟ حتى مهمة جدا ممكن يجيلك في الامسكيو basic science of public health بس ويسكت على كده خلاص انت تعرف ان هو مين هو الايبديميولوجي وحتى دي جملة أعرفها وأحفظها تمام؟ عشان جملة مهمة بيعطيني رؤية regarding the nature causes and extent of health and disease يعني بيعرفني طبيعة المرض أسباب المرض مدى انتشار المرض مدى خطورة المرض لا كل بيعرفه الايبديميولوجي كمان ان هو بيقدمني information needed to plan and target resources resources appropriate يعني أنا بيقدمني معلومات قدر من خلالها أعرف أنا محتاجة موارد ايه عشان اكنترول المرض محتاج خطط ايه عشان اكنترول المرض وهكذا السليدي كلها على بعضها أطلع منها بايه أطلع منها ان الايبديميولوجي ده عبارة عن basic science of public health كمان انها بيدرس distribution and determinants على مجموعة من الناس علشان اعمل application للاستادي عشان اعمل control health تمام؟ health problem حلوة جدا النقطة دي مهمة جدا 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 ممكن تجي لك mcq ممكن تجي لك المرات يقول لك ايه هي components of epidemiology ايها مكونات الابديميولوجي ابديميولوجي بيدرس ايه احنا خدنا منهم اتنين فلسرائيل الفتا خدنا انها بيدرس distribution و determinants معرف ان distribution يعني توزيع المرض بيحصل في دول ايه مثلا او خاصة اصل الاماكن اللي بيحصل فيها المرض ده ومحددات المرض من حيث risk factors و هكذا و disease frequency او dynamic اعرف كلمة dynamic دي علشان الدكتورة قالتها ان هي disease frequency هي هي dynamic ايه بقى النظام قال لك يعني disease frequency يعني حركة المرض بمعنى هل المرض ده متوطن في بلد معينة مثلا عندنا بيجي لما تيجي تاخد ورامة لو مرض تراكوما تراكوما ده بيبقى مشكلة في العين بتيجي في الجفنة بتاع العين يعني بتعمل مشاكل في العين تخلي انسان يدمع وشايف كويس و حاجات دي كلها تمام التراكوما دي معروفة معروفة كده علامية انها Egyptian disease لازم يكون موجود في مصر اي حد موجود في مصر اكيد جاله تراكوما تمام ده منسميه ايه ده الديناميك وتعديز المرض ده متوطن في بلد دي طيب ممكن يكون المرض ده جلوبال زي كورونا فيروس الكورونا فيروس ده كان على مستوى العالم كله مش بلد معينة تمام ممكن يكون المرض ده في محافظة معينة في قلب دولة معينة تمام فده منسميه حركة المرض او الـ frequency بتاع المرض مكونات الابديميولوجي disease frequency أو dynamic distribution توزيعه و determinants محدداته تمام تلاتة دي وحتة دي مهمة جدا 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 جميل جدا ماشي يا سيتي هناخد ايه بعد كده بقى احنا خدنا ايه ابديميولوجي صح هنبدأ زي ما احنا متعودين في اي حاجة في الطب لازم نقسم تأسيمات كتير كده ملاقش لعزمة مهم احنا خدنا ابديميولوجي هناخد بقى الـ status بتاعته بتاعته اكيد ليه انواع من الـ status عندي نوعين اساسيين من الـ ابديميولوجي status عندي non experimental or observation status و experimental or interventional وهناخد الفرقة ما بينهم بعد شوية تمام بس الـ non experimental انا ما بتدخلشي انا انا بلاحظ بس مش بتدخل في العينين او في risk factor بتاعتهم وهنقول بعد شوية والـ experimental ان انا بتدخل بنفسي طيب كل واحد بيتقسم لي ايه الـ non experimental لا بيتقسم لي population based و individual based انما experimental بيتقسم لي randomized controlled trial و non randomized طيب بالروح الـ randomized controlled trial ايه يعني ايه possesed انت لما تيجي مثلا فنفترض زي زي تطعيم كورونا كورونا فيروس كان ايه اللي حصل انت جاء كورونا فيروس وبعد كده احنا خلاص حاولنا نحنا نلاقي له vaccination عشان نحمل نفسنا منه فالعلماء اختراعوا vaccines وبدأ ان هم يجربوها على عدد كبير جدا من الناس ده من سمي ايه control trial او clinical trial انا بجرب تجربة على عدد كبير جدا من الناس ده من سميه randomized control trial طيب ال non randomize زي مثلا experimental community trial او field trial انت عندك دواء معين جديد عايز تنزله السوق طيب هتنزله زي لازم تجربه الاول في المعمل بتاعك على مستوى دي اتجربه مثلا على الفران او على الارود فده من سمي experimental trial او field trial لانتكال اما descriptive او ايه او انتكال طيب ال descriptive ده من هنوعين وكيس ريبورتس وهناخدهم النهاردة وين انتكال عندي ثلاث حاجات اول حاجة cross section study او case control study او cohort study تمام ااااااااااااااااااااااااا على المحاضره هناخد ايه ايه هناخد ايه وكونة تنزله وانتكال تعالي تلحة حاجات او اول حاجة نحن في المحاضرة هنا هنأخذ إيه؟ هنأخذ بالنوعين بدوعها وهنأخذ تمام؟ تمام جدا يعني السلايد دي أطلع منها بإيه؟ إن أنا عندي هنأخذ النهاردة من إتفقنا؟ إتفقنا طيب يا سيدي هنا بيقارننا كمقارنة سريعة ما بين والأكسبرمنتال النون إكسبرمنتال زي ما نقول الباحث ما بيتدخل ما بيتدخلش خالص هو بيشوف كده بيعنيه بيلاحظ الناس اللي هو بيعمل عليهم الدراسة بيلاحظ سلوكهم بيلاحظ هل جالهم مرض إيه؟ بجالهم شو مرض إيه؟ طيب دول كان عندهم ريسك فاكتور إيه؟ جست بيلاحظ بس ما بيدخلش في أي حاج خالص إنما الأكسبرمنتال أنا بدأت تدخل أنا بعمل اكتف ترايل أو تشينج في تيزيز ديترمنت بغير أنا بمعنى أنا جاي من مزوعة من الناس هدرسهم فأنا بحطهم في واسط معين بعرضهم للرسك فاكتور معين أو إن أنا بديهم داو معين عشان أجربوا عليهم وبالتالي أنا بعمل كده إيه؟ أنا تدخلت عملت أكسبرمنتال ستادي حلوة قوي طيب إننا الأكسبرمنتال ستادي قالك الانفستجيتور أبزيروس جست بيلاحظ النتر كورس بتاع الإيفنت بيلاحظ السير الطبيعي الأحداث هو فقط يلاحظ السير الطبيعي الأحداث بيبص رعني يشوف الشخص ده كان بيتعرض ريسك فاكتور معينة وبالتالي حصله المرض المعين وشخص ده ما كانش بتعرض وبالتالي ما حصلش المرض المعين وهكذا إنها بيتابع نتر كورس بيلاحظ السير الطبيعي الأحداث فقط بيلاحظ السير الطبيعي الأحداث إنما الأكسبرمنتال بمعنى إنه بيحدد التعرض ويتابع يعني أنا بيحدد إن المجموعة من الناس دي هايخدوا دول فلاني ومجموعة دول مش هيخدوا دول فلاني أبدأ أتابع الحالتين أشوفوا اللي خدت دول حصل لهم إيه وانما خدوش حصل لهم إيه أنا كده أتدخلت وحددت هم تعرضوا لإيه وأبدأ أتابع معيهم تمام؟ طب عظيم قال لك إنان أكسبرمنتال ده ممكن يكون من دستكريبتف وأنا لاتك زي ما خدنا المرة اللي فاتت يبقى أنا بلاحظ و بصف أو بلاحظ وبحلل تاني أنا بلاحظ وبصف بصف جست بصف أو بلاحظ وبحلل إن أنا رحظت ده أبدأ أحلله طب ده ممكن يكون سبب كذا أو ممكن يكون عشان كذا تمام؟ ده نعين بدوع إنان أكسبرمنتال تمام؟ طيب إنما الأكسبرمنتال قال لك الناس المشاركين فأبدأ أسهم على حسب تعرضهم للحاجة اللي أنا حطتهم عليها دي وأبدأ أفولوا كما تلك الناس تعرضوا للرسك فاكتور أو تعرضوا للدوة ده و الناس ما تعرضوش وأبدأ أفولوا أب كل واحد حصلوا إيه؟ تمام؟ يبقى لما يجي أطلع من الإصلاع دي هطلع بإيه؟ إنان أنا عندي أكسبرمنتال ون أكسبرمنتال ما بتدخلش خالص أنا جاست بلاحظ السير الطريقة للأحداث وين نوعين؟ إنما الأكسبرمنتال أنا بتدخل بدي داوة بغير في الحوالين الناس اللي بدرسهم وبحدد التعرض وبتابعهم تمام؟ وأبدأ أتابع كل واحد حصلوا إيه؟ على حسب إن أنا عملته جميل جدا دي برضو مهمة جدا 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 ممكن تجيلك ترتيب لو فيه ترتيب أكيد مفيش ترتيب بس المهم يعني ترتيب الحاجات دي مهم أولا على حسب ترتيب الحرم زي ما مكتوب كده طيب أنا دي بقتي عندي وليها طبعا النوع متعددة طيب أكيد فيه نوع أحسن من نوع ونوع أحسن من نوع وكذا ونوع مناسب لدراسات معينة والنوع مش مناسب أنا بحدد دا على الأساس إيه؟ بحدد دا على الأساس الهيراركي الهرم بتاع بص يا سيتي من تحت خالص كده ده أقل واحد في الكواليتي بتاعة الإيفدنس تمام؟ ونحن طلعين الكواليتي بتاعة الإيفدنس بتزيد حلو جدا تحت خالص أنا عندي يعني أنا الدراسة القائمة على دراسة القائمة على رأي الخبير دي أقل النوع من أنواع أقل الكواليتي فيهم خالص ليه؟ أنا لما يجي عمد دراسة معينة قائم معلوماتي على أن أنا بس ألت شخص خبير في حاجة معينة العامل البشري والخطأ البشري أكيد موجود الشخص ده مثلا فلنفترض شخص بقيله خمسين سنة شغال مثلا دكتور باطنة تمام؟ وأنا عايز أشوف مثلا أسأله على حاجات خاصة تمام؟ عايز أسأله مين أكثر الناس بيحصل لهم كذا هو ممكن تكون معلوماته قديمة ممكن تكون معلوماته خاطئة ممكن يكون هو معدوش المعلومات الكافية فطالما في عامل البشري يبقى ده أقل حاجة إيه؟ أقل حاجة خالص في الهرم بعد كده هو بعد كده بعد كده بعد كده بعد كده أكبر حاجة خاصة مهم جدا جدا أعرف الترتيب ومهم جدا جدا أعرف أن أحسن حاجة عندي هو وأسوأ حاجة عندي هو حلو جدا طيب سيدي ركزوا كده معي أنا مش عارف أنتو خدتوها في الساكاشن ولا لا بس برضو عشان نعرفها هنعرف الفرق ما بين الكيس كنترول وهنعرف فرق بين الكوهورت والكوهورت إنين معين ايه بقى الفرق ما بينهم بصوا يا شباب من الـ عندي حاجة اسمها كيس كنترول ستادي ايه بقى معضوها الكيس كنترول ستادي او ايه أصلا الكيس كنترول ستادي والكوهورت ستادي ايه فايدتهم أنا يا جماعة الوقت يا عندي مرض معين عايز أشوف المرض ده هل هو مرتبط بتعرض لرسك فاكتور معين او لا طب لو فيه تعرض لرسك فاكتور معين التعرض ده بيأثر على فعلا بيخلي المرض يجي او لا ده اللي بعمله لما يجي ادرس في الكيس كنترول او الكوهورت طب ايه الفرق ما بين الاتنين ناخد اول حاجة هو الكيس كنترول الكيس كنترول عبارة عن ايه انا كباحث بك بجيب مجموعتين مجموعة من الناس عندهم ديزيس ومجموعة من الناس عندهم ما عندهمش ديزيس خليها نعمل بمثال عشان نقرب الافكار انا هجيب مجموعة من الناس عندهم لانجي كانسر ومجموعة من الناس عندهمش لانجي كانسر حلو قوي حلو وابدأ ارجع معاهم بالذاكرة الورا اقول لهم افتكروا كده الناس اللي عندوكو لانجي كانسر هل انتو كنتو بتدخنو؟ هل كنتو مثلا بتشتغلو او بيوتكو قريبة من مصانع معينة؟ هل كنتو بتتعرضو لريسك فاكتورز معينة؟ وابدا اسألهم تمام؟ عشان اشوف الناس اللي عندها المرض دي هل فعلا تعرضت لريسك فاكتور ده بشكل كبير ولا لأ؟ ونفس الكلام باسألهم الناس اللي ما عندهمش المرض بجيبهم وقولهم كده انتو ما عندوكوش لانجي كانسر افتكروا هل انتو كنتو بتدخنو؟ هل تعرضوا ريسك فاكتورز معينة؟ وابدا اسألهم وابدا يعني بالنتيجة اللي بطلع بيها من الاسئلة اللي سألتها لهم دي بقدر اعرف هل فيه اساشيشن هل فيه علاقة ما بين الريسك فاكتور ده والمرض ولا لأ؟ يعني لما لقي مثلا الناس اللي هم عندهم لونكي كانسر ألاقيهم معظمهم كانوا بيدخنوا معظمهم كان بيتهم قريبة من مصانع معظمهم كانوا بيتعرضوا الحاجة معينة بشكل مستمر خلاص والناس اللي ما عندهم شي الاقي معظمهم ما كانوش بيتعرضوا لالريسك فاكتور ده فقدر اعرف كده ان الريسك فاكتور ده بيؤدي الى الدزيز ده ده من سميه كيس كنترول ليه سميته كيس كنترول عشان انا بجيب عشان انا بجيب ناس كيس عندها المرض وناس ما عندهاش لايه؟ وناس ما عندهاش المرض اللي ما عندهاش المرض بسميها كنترول وانا عندها مرضة سميها كيس هنعرف الموضوع ده بشكل مفصل أكتر قدام خالص قدام في المحاضرة بس ده بشكل بسيط طيق حتى من جله ده الكيس كنترول طب الكهورت يا سيدي عندي منه نوعين عندي منه يعني باطلع لقدام وريتروسبكتف يعني برجع لورا تاني أنا عندي نوعين يعني باطلع لقدام وريتروسبكتف يعني برجع لإيه برجع لورا طب نيجي عندي الناس اللي بطلع لقدام أنا باجي كباحس باجي بمجموعتين أبدأ أفولهه قبل المجموعة دي أبدأ ألاحظ المجموعتين أرى المجموعة التي تعرضت للتي هل حال برنامهه؟ الأن فترض أن أتحرك أن اشربت سجاير وانتبقائق وانتبقائق فأمت عملت فوله قبل المجموعة دي وتابعتهم نقيت ان معظم الناس اللي شربت سجاير جالها Ny Cancer و قليل جدا من الناس اللي لما شربتش سجاير جالها Ny Cancer ده معناه ايه.. ده معناه ان السجاير بتجيب Ny Cancer وهكذا ده منسميه Prospective Cohort يعني انا بطلع معاهم لقطامي بفلق أبس بطلع معاهم لقدامي طب الاتروس بكتوف لأ، ده انا برجع معاهم لورا ازاي يعني انا برضو بجيب مجموعتين مجموعة من الناس في النفطال ازاي ما احنا على المسال بتاعنا سأقعل هذا مجموعة من الناس يشرب سجاير و المجموعة من الناس يشرب سجاير و الناس المجموعة تشرب السجاير سأقوم بإقعاد خارجه من الناس هل الناس الذين يشرب سجاير؟ جاء لها لنجب أن جاء من الناس فأنا صحيح و لعبة node ولكن شرعت بهم من الناس و أصدقاه Fors not exposed بعد أن أصدقاه نجب أنهم ممتاز إن شافتهم جليل مطاقاً أقولها ما الفرق ما بين الكيس كنترول أقول لأ ركز معي كيس كنترول أنا عندي ناس ناس عندهم المرض وناس معندهمش المرض وبعد كده أردأ مهم بالذاكره الوراه هل انتو تعرضتوا له الأبعال إنما ماهي الكهورت؟ الكهورت أنا عندي ناس يتعردون للنصف ويبدأ أريد أن أرجع معهم هل هل هم المرض أو لا؟ في فرقة من الاثنين في فرقة من أن أبدأ بناس عندهم المرض وأن أبدأ بناس وأن أبدأ بالناس لا عندهمش المرض هم مجست لسه في مرحلة لسه عندهم لسه عندهم أعطلهم إلى الريسك فاكتور تمام؟ تمام اتفقنا يا شباب بصوا لو حد لسه مش فاهم حياتة الكوهورت والكيس كونترول كويس جدا إحنا لما نطلع قدام شوية في المحاضرة هنشرح كيس كنتروبشا بالتفصيل وهناخد عليها أمثلة ونحل والكهرت برضه هتاخده في المحاضرات تانية بالتفصيل هتاخد عليها أمثلة وتحله وفي السكاشة هتاخد عليها أمثلة وتحله لو لسه الموضوع مش مفهوم كيس جدا هو طبيعي انك من أول مرة كتا تحس انك مش فهمه قوي تمام؟ هيتقرر كتير قوي وتعود عليها أمثلة كتير قوي قوي فما تلاقوش خالص حلو؟ حلو؟ طيب نكمل زي ما احنا احنا كنا اتفاقنا ان احنا ناخد النهاردة احنا اتفاقنا ان احنا ناخد الانالياتيكا تمام؟ والدسكريبتف كيس ريبورتس وكيس سيريز ماشي؟ طيب اول حاجة نلدق بالدسكريبتف الدسكريبتف امديميولوجيكالستاذيس من اسمها دراسات وصفية انا بصف انا باستخدامها عشان اعمل ايه عشان اعرف السيتيويشن بتاع المرض ده ايه المشكلة اللي عندي؟ طيب ايه المانيفستيشن بتاعتها؟ ده تعريف او ممكن اصف الدسكريبتف ان هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن ان انا بصف general characteristics بتاعت الدزيز بصف الخصائص العام بتاعت الدزيز او in relation to a in relation to 3 حاجات time and place and person بمعنى انا بصف المرض ده من حيث ال person مين اللي جانهم المرض؟ واكيد مين اللي جانهم المرض مش معناه ان فلان الفلان يجان المرض لا معناه مين الفئة من الناس بجانهم المرض؟ هل مثلا الناس الفقرة؟ هل مثلا الناس اغنية؟ هل مثلا الناس اللي عايشة في الدول؟ هل مثلا الناس اللي سنها معين؟ هل مثلا الناس الكبيرة الناس صغيرة؟ ده ال person تمام؟ مين اللي بيجي لهم المرض؟ طيب المرض ده بيجي فين بالزبط؟ بيجي في اني مكان؟ هل هو متوطن في دولة معينة؟ او هل هو global عالمي؟ ولا هو في محافظة معانة ده البلايس؟ بوصفه من حيث ال time هل هو بيجي في وقت معين بمعنى؟ هل بيجي مثلا مرض موسمي ان هو بيجي مثلا في الشتاء بيجي مثلا في الصيف بيجي مثلا في وقت معين من السنة بيكون في حشرات معانة وهكذا؟ لما بيجي اوصف المرض بوصفه على اساس بي بي تي او 3 كلمات ال person مين بيجي لهم place بيجي فين و time بيجي امتا؟ تمام؟ حلو جدا ده ال deskriptif epidemiological ادي اهو بوصفه نحيث place time و person ماشي who when and where؟ جميل ال deskriptif status زي ما تفعلنا هو case report و case control وهنعرض دولاتي كل واحد بالتفصيل ال case report بوص يا سيدي انا هشتغل ال case report هشوف ال features بتاعته كده اخد مثال عليه بحيث ان انا اطبق اللي اخدته اول باول اول حاجة features بتاع ال case report ايه هي خصائص ال case report يقولك ال case report ده بيتكون من careful and detailed report published in medical journals by one or more clinicians of unusual medical conditions ده معنى انا ال case report ده عبارة عن ايه؟ هجيلك case هيقولك كل التفاصيل كل التفاصيل عن العيان ده detailed report تقرير تفصيلي ال report ده منشور فيه medical journal يعني مهم من درجة انه منشور في medical journal by one or more clinicians يعني بدكتور او اكتر of unusual medical condition يبقى اللي بيميز ال case report انه هو detailed report وليه unusual وبيكلم عن unusual medical condition medical condition unusual غريبة اول مرة يشوفوها نادرة مش بتيجي كتير ده او صفة لي تاني صفة ان ال case report ده بيديك مفتاح first clue in the identification of a new disease بمعنى ان هو بما انه مرض نادر او بما انه مرض جديد unusual فدراسته بتديك المفتاح الاولاني انك تعمل identification او تعرف المرض ده وتقدر تستكشفه وتدرسه ماشي؟ طيب كمان ان هو بيؤدي الى formulation of a new hypothesis انا عندي مرض جديد فهبدأ ان انا بقى اعمله فرضيات hypothesis يعني فرضيات ابدأ ان انا شوف طب المرض ده يكون بسبب ايه؟ طب ايه اللي بيعمله؟ طب ليه بيجي في النازده الاكتر وهكذا يبقى مرض جديد عندي اخدت كل التفاصيل بتاع العيان بتاعه انا جالي عيان بمرض نادر غريب اول مرة اشوفه فهكتب كل التفاصيل عنه عشان دي حاجة اول مرة اشوفها بنشره في medical journal عشان دي حاجة جديدة بيديني المفتاح الاولاني لل new disease عشان اعمل identification لل new disease وابقدر انا اعمل هيبثيسيس لي او بفرض فرضيات لي حلو جدا جميل طب المثال بتاعنا اللي وضح الكلام قال لك ده ادي كيس اهي عندك شان انا اجيب لك كيس وقال لك ده نوعها ايه؟ قال لدي كيس البرت عرف منين؟ قال لك عبارة عندي intestinal obstruction was reported in a young child نقيت طفل صغير عنده انتسادات في الامعاء المستندات وردني أن انا كده ديت المفتاح ديت المفتاح لإننا أقدر أعمل identification للدزيز ده أقدر أعرف مثلا ممكن يكون سبب ممكن يكون سبب الروتافيرس فاكسين ممكن يكون سبب الروتافيرس فاكسين ممكن يقول لي المفتاح لكيس ريبورت ما أعتقدش بس لو جت أنا عرفت عندي ثلاث حاجات مهمة أنا عندي تفصيل ريبورت تفصيلي يتنشر في medical journal على unusual medical condition احفظوا معي ردته معي عشان ما تخدوش وقت في المذاكرة يديني مفتاح عشان أعرف عمل identification للدزيز ده وأقدر أن أنا عن طريقه دي ممكن تجلي إيه بريتان زي ما اتفعل ماشي يا سيدي إيه بقى الكيس سيريز ده ثاني نوع من أنواع خلصنا الكيس ريبورت هنخشها الكيس سيريز يا سيدي الكيس سيريز ما هو إلا عبارة عن كذا كيس ريبورت مع بعض يعني كيس ريبورت كان عبارة عن إيه عن حالة واحدة بسي غريبة بدأت أدريسها كويس جدا وأعمل عليها details كتيرة جدا ونشرها الكيس سيريز عبارة عن سلسلة أو أو ممكن أقع لها سلسلة من من الكيس ريبورت تمام عامل زل أترك ده أدي كيس سيريز وورائي عندي سلسلة بقى بيتقامل سلسلة من الكيس ريبورت تمام تمام بقول لك يا سيدي إن الكيس سيريز ده إز أوني ستادي ويتش دبنس أون روتين سيريز آآ والحيطة دي مهمة جدا ونحفظها كويس ونفهمها كويس عشان ممكن تجلي يقول لك إيه هو اللي بيعتمد على سيريز سأقوله كيس سيريز طب إيه أصلا هو ده بصي شباب أي حد بييجي في المستشفى أو بيجي يكشف في المستشفى يعني بيكون لي ملف الملف المرضي بتاعه تمام أي حد بيحكس في المستشفى يعني بيكون لي ملف المرضي بتاعه أنا لما يجي أعمل دراسة معينة عن مثلا مرض معين وعايز أحصل على معلومات فأنا بتتبع الروتين سيرفلنس اللي هو سيرفلنس التقصي التقصي الروتيني أنا أبدأ أشوف في الفايلات بتاع المستشفى أتقصى عن الشخص ده كان في الأول حصله إيه وبعد كده راح فين وبعد كده جاله إيه ده من سميه روتين سيرفلنس وده طبيعي علشان أنا عندي كيس الكيس سيريز دي عبارة عن كذا كيس ريبرت مع بعض وبالتالي أنا هبدأ لما يجي أشوف كل ريبرت على بعضها فأنا أبدأ أحصل على معلومات بتاعتي من التقصي بتاعي من الملفات الموجودة عنده في المستشفى تمام أدي مثال هو بيقول لك دورين أفتر مو خمسين تمانية كيس 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 عندي جالي تمن حالات تمن حالات يعني هي كده أكتر من فرد كده أكتر من حالة كلهم جم في نفس الوقت عندهم إيه عندهم كانوا كانوا إيه أعمال لتعدين آه 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 ممكن يكون تعرضوا الحاجة آه آه بدأت أعمل إيه هايبوتسيز أو آه بعدما عملت آه فحوصاتي للمنطقة لقيت إن فيه نسبة عالية من الإيم من الرادون من الغاز الرادون آه 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 تمام تمام يبقى الكيس سيريوس لو نلاحظ إنه هو هتشق تقريبا نفس الكيس ريبورت بس بدلا ما كانت حالة واحدة كانت أكتر من حالة اللي بيمايز الكيس سيريوس وديه نقطة مهمة جدا هنو جديكة روفوس إنه هو بيعتمد على روتين دي نقطة مهمة جدا مايشي آآ آآ إيه سيدي بقى آآ أو بيقولك إيه هي البنافيتس بتاعة الكيس ريبورت والكيس سيريوس آآ ديسكريبت فزدت بشكل عام وإنه هي كيس ريبورت والكيس سيريوس بتفيدني بإيه بمعنى هم بيمثلوا شرارة الاشتعال بتاعة الاناليتيكال ستادي آآ أنا عندي مرض أنيوجور فهبدأ أعمل له دراسة طب أنا عرفته منين عن طريق الكيس ريبورت والكيس سيريوس فهبدأ أن أنا آآ أشتغل بقى بالاناليتيكال ستاديس بتاعتي عشان أقدر أعرف آآ أسباب المرض ده وعلاجه وهكذا مايشي بيعمل موديفكيشن آآ كيس سيريوس كيس كونترول كيس كونترول كيس كونترول ما معنى أنا عندي كيس سيريوس يعني عندي مجموعة من الناس جولي ممرة مولان فلنفترض في المثال اللي فات أنا مش عالف هو بيعمل كدلي بس بشو مش كامل في المثال اللي فات ده أنا كان عندي مجموعة من الناس عندهم نانج كانسور ثمن عمال عندهم نانج كانسور ماشي جولي وأنا لسة بأشوف الدنيا فيها إيه وهكذا ده عبارة عن كيس سيريوس ماشي انا ممكن احولها لكيس كنترول استادي ايوه اما انا اجاهز عندي الناس العمال اللي هما جايين لبلونج كانسور يبقى دول تحت بند الكيس ولا الكنترول لا دول تحت بند الكيس ابدأ ان انا اجيب لهم ناس برضو عمال تعديم مانرز اتعرضوا لهم نفس المواصفات وابدا ان انا بس ما عندهمش لانج كانسور وابدا ان انا اقارن ما بينهم هما الاتنين فاعمل كيس كنترول استادي كان سهلا جدا مفوش مشكلة يبقى ايه هي البنافس بتاعة كيس ريبرت وكيس سيريس ان هما بيعملون نيو كيس اه بيعملوني اه بيمثلوا شرارة الاشتعال لالستمولي عشان استارت الاناليتيكال استاديس كمان ان انا ممكن اعدل الكيس سيريس عشان تبقى كيس كنترول عن طريق ان انا اجيب كمبارزن جروب كمان وقارنها مع الكيس سيريس فبقى عندي كيس كنترول استادي الكيس سيريس تمثل الكيس والكمبارزن جروب تمثل الكنترول وابدأ احول الكيس سيريس لكيس كنترول استادي انتفقنا؟ انتفقنا ودي باردو ممكن تيجي ان انا مريطا على فكرة فهاش حاجة جديدة خالص هو كلها نفس الكلام تقريبا ماشي فافهم الكلام عشان تقرد تكتبه لو جاء الكتاب طيب احنا كده الحمد لله خلصنا ايه خلصنا دستكريبت في الكيس ريبرت و الكيس سيريس هنبدأ بقى في النتجا فى الأنتجج هنبدأ فأول حاجة اللي هو الكروس سيكشن ال ay كروس سيكشن ال ft Would zwolution according toagram نسميها الدراسات المقطعية يا اسم ثانى واسمها مو اتانى مهم جدا بسمه Prevalence و هنعرف ليه ان دلوقتي سميناها Prevalence Study ايه بقى الكروس سيكشن استودي فيه حاجة كده مهمة جدا بتميزها وهي ان انا بعمل بمعنى انا بجيب مجموع من الناس دول انا باخد منهم بعمل مرة واحدة بس فقعدة واحدة بس انا بجيب اه عمك الحاج وبقعده وبسأله على كذا سؤال او على كذا او على حاجة كذا معلومة او باخد منه عينة هي مرة واحدة مش باخد منه عينة تاني ولا بقعد مع اسأله على حاجة تاني هو بقعد مع مرة واحدة بس باخد منه داتا مرة واحدة بس وهو ده عشان كده سميناها دراسة مقطعية حلو الكروس سيكشن استودي ده ديزاين بتاعوي بقى عمل ازاي انا بجيب سامبي بوبوليشن تمام اه بقسمه لناس اه اه اكسبوز والناس نوت اكسبوز بجيب مجموع من الناس اه متعرضين للريسك فاكتور معانا فلنفترض توليها السجاير مسلا والناس مش متعرضين لها وابدأ الناس دي اشوف في منها كيسز وفي منها نون كيسز الناس البتشر بس جاير في منها ناس جالها لنكي كنسر من الناس لا لسه مجالهاش لنكي كنسر في منهم ناس جالهم لنكي كنسر ونناس ما جالها مش لنكي كنسر ده بديهي جدا ببالكروس سيكشن استودي انا عندي اللي بميزها هي بتتاخد على الداتا بتاعتي على بتاعي اما او نوت فيها كيس ونوت كيس برضو فيها كيس وايه ونون كيس اتفقنا اتفقنا الجادول ده برضو مهم جدا وممكن يجي لك برضو لو جالك قارن ما بين الكروس سيكشن استادي واللونجويتون استادي عشان تعرف تقارن ما بينه تمام بص يا سيدي الكروس سيكشن استادي آآ ايه اللي يفروع عن مثل الميتر موجهن بالموتون فنت اتفقناها ننتحدث اذا هيا اللي ي compleح البهن ماذا job يا سيدي الكروس سيكشن استادي الميتر خيار يا لونجويتون استادي والمستادي الدراسة المطولة كما ارادنا سنبتم البتاب بالتالي نخصص الناس فما ب��록 من الميتر الخير الميتر امدي لدي الوضع اللي هجيله المرضى أجلوا أنني لا اجلوا أو دراسة طويلية ليس ما الفرقة بينهم . بالنسبة للتايم لايين ما يفعلنا هو إنها موانة ويقوموا بملاع Malaysia في وقت واحد وناها لانتهينا بعد ذلك يقومون بلانا Nicky بعمل من المدهجة معاهم أكثر من مرة بيقوموا بملاعية الأمر السمبل كل مرة مختلف بمعنى يوجد من المعاملchi أخذت سمبل من فرقة مرة واحدة فأنا كل مرة أخذ فيها سامبل أخذها من شخص مختلف خالص عن اللي خدته منها المرة اللي فاتت عشان كل واحد لي فرصة واحدة بس إنما اللون جديون هذا هو سامبل يعني أنا مثلا بتابع الناس اللي هيجيلهم لانجي كانسر لما أنا في كهورت سطادي فأنا بتابع الناس اللي هم بيشربوا سجير ومناسب يشربوا سجير وماشي معهم من قدام أشوف من اللي هجيل لانجي كانسر أو من اللي عنده بدايات لانجي كانسر فأنا هعمل إيه أنا كل ماجي أعمل لهم فول أب كل ماجي أتابعهم هبدأ إن أنا أخذ من كل واحد عينة كل مرة نفس الشخص أخذ منه كل مرة ماشي وهكذا إن أنا عندي ده السين سامبل طايب هو بتاعي كل مرة ده في اللون جديوتنا للسطادي الرزولتس في الكروس سكشن الستادي النتاج اللي بتطلعلي بمعنى إن النتاج بتاعتها بتبقى عبارة عن شط كده عبارة عن النتيجة بتاعت اللقطة دي بس أنا لو بسأل المرات بتاعي عن ستايل فلايف بتاعه في اللحظة دي فأنا باخد اللقطة دي بس مش بسأل عن حاجة حصلت قبل كده ولا حاجة هتحصل بعدين لو خدت منه عينة دم مثلا في اللحظة دي فأنا بشوف اللي عنده في اللحظة دي بس مش بشوف حاجة قديمة ولا حاجة جديدة تمام؟ فده منسمي الكروس سكشن سناب شوت سناب شوت رزولت يعني في اللقطة دي بس إنما اللونجتوني اللي أنا ماشي براحتي كل مرة بيجي لي رزولت مختلف عن اللي قبلها أنا بفلو أب وبتده بيديني تغيرات بمرور الوقت أنا هنا دلوقتي خدت عينة لقيت عنده كذا بعد كده خدت عينة تانية من نفس الشخص لقيت عنده كذا وهكذا فأنا عندي تغيير في اللونجتوني إنما الكروس سكشن هي لقطة واحدة هي مرة واحدة خدت عينة مرة واحدة وانتهينا يبقى الفرق ما بينهم مهم جدا البرقناة ناخد مثال بمسألة واحدة واحدة عشان نشوف الدنيا ماشي ازاي اول حاجة بيقول لك انا عندي دلوقتي سنة 2004 في طلبة سنوي في مدينة معينة عددهم 400 طالب ويرقص كده بعد consumption of high caloric diet and examined to detect obesity يبقى انا دلوقتي بعمل ايه انا عايز اسألهم على لين هم بيأكلوا high caloric diet وباشوف مين فيهم عنده obesity ومين مجالوش obesity تمام اه اه عمل تابيوليشن اعمل تابيوليشن باها عمل جدول يعني الموضوع ده مكتوب نفس الكلام اهو اه ادي جدول بتاعي هاشوف ادي consumption of high caloric diet والناس عندهم obesity والناس ما عندهمش الناس اللي اخدت high caloric diet اه اعشرين منهم جالهم obesity وستين منهم مجالهمش الناس اللي ما بتاكلش high caloric diet 16 جالهم و304 مجالهمش تمام طيب حلو جدا ايه بقى الموضوع لاحظ يا جماعة هنا انا عملت ايه فعلا انا واحد سألتهم على حاجة واحدة بس فوقت واحد بس انا خدت من كل واحد معلومة انت بتاخد هاي كالوريك ضايت يا اه يا لأ طب باشوف مين فيهم عنده ومين عندهش وخلاص انا مش بتابع معاهم لا مش باشوف مين اللي هيجيله وانا عندي طلاب عندهم وناس ما عندهم مش باشوف انت كنت بتاكل هاي كالوريك ولا لا خلاص معلومة فوقت واحد وانتهين طيب بيقول لي combinations of obesity among those consumed high caloric diet لانت hook not by prevalence of obesity prevalence يعني رمي نهاولا cross sectional study prevalence study عشان هي بتجيب علي الياس التي اخدوا من كل الناس اللي لا اخدو يبق فاح تعمل اية 20 على 80 على كل الناس اللي اللي كانوا high caloric diet 20 على 200% غيرت لنسبة الناس اللي عندهم obesity من الناس اللي خدت high caloric diet ب25% طيب الناس اللي ما مخدتش high caloric diet كام منهم جالهم obesity يبقى 16 على 320 في ايه؟ في 100 معنى كده ان 25% من الناس اللي كانت بتاخد high caloric diet جالهم obesity و 5% من الناس اللي كانت بتاخد high caloric diet ما جالهمش obesity شفتو دي ايه؟ دي النسبة المقوية للمرض طيب المعدل بقى بتاعنا المعدل قالك انت هتجيب total بمعنى هتجيب total الناس اللي عندهم obesity على كل الناس اللي انت بتدرسهم 36 على 400 100 في 100 يسوي كام يسوي 9% ما انت عايز تجيب معدل الأوبستي في الناس اللي انت بتدرسهم معدل الأوبستي في الناس اللي انت بتدرسهم فتعمل ايه؟ هتجيب كل الناس اللي جالهم obesity سواء كانوا خدوا بقى أو ما خدوش هتجيب كل الناس اللي جالهم obesity تقسمهم على كل العدد اللي انت بتدرسوا هتجيب لك يبقى 9% من الناس اللي انت بتدرسهم جالهم obesity سواء بقى خدوا أو ما خدوش يبقى اي هو القانون بتاعي قالك عشان تجيب البريفلنس في الكروس سيكشن ستودي انت بتقسم التوتا النمبر فالكروس سيكشن ستودي سواء كتولد ان دينيو على التوتا النمبر فالبوبوليشن تدرفي مية كل عدد الحالات على عدد البوبوليشن بتاعك ودرفي مية بس خلاص الموضوع بسيط جدا ده الكروس سيكشن ستودي تاني نسبة الناس اللي جانهم اوبستي من الناس اللي خدت هاي كالوريك ضايت 25% وخمسة في المية من الناس اللي ما كالتش هاي كالوريك ضايت جالها اوبستي طب نسبة الناس اللي عندها اوبستي في الناس اللي بقدرسهم كلهم على بعض يسوي تسعة في المية تمام ماشي الكروس سيكشن ستودي او البريفلنس ستودي هنتكلم بقى عن بتاعتها ودي ممكن تجيلك برضو بالروح اول حاجة انا بستخدم كروس سيكشن ستودي في ايه بس طبعا عشان اعمل استيميشن البريفلنس ريتوف ديسيز ده اللي احنا نسألين وهي اصلا اسمها بريفلنس ستودي وبالتالي بس خليم عشان اشوف النسبة او معدل الناس اللي جالهم الدسيز ده معدل الناس اللي جالهم اوبستي معدل الناس اللي جالهم مسلا نانجي كانسر و هكذا ده الكروس سيكشن ستودي اه قرق اني هاتف ماشي اه اتليز تو فرميوليشن اف هايباثوسيز دي حتة مهمة برضو جدا عشان لما يجي يقولك في الامسي كيو مين هي الدراسات اللي بتخليني اعمل فرميوليشن للهايباثوسيز انا حد وقت اخدت مين خدت الكيس سيريس وخدت الكيس ريبورت وخدت الكروس سيكشن الكمان دول كل هم بيعملوا فرميوليشن للهايباثوسيز بعد كده اتساسي يوتيوب الفور كرونيك ديزيزيز دي تنفع للكرونيك ديزيزيز بمعنى انا دلوقتي هنزل هنزل اشوف هه منفيش جيه من اجيب نجاح واسألهم على حاجة معينة واطلع نتيج اديني وقت طويل祖و ابتي لكي انزل في اي وقت واجيب مجموع الناس عندهم ما بينفعش الصان ليه مينفعش الصان cing الشيط الشيط لحث اانو انزل واجيب معداتي واخر براحة من منفع ثلاث هيكون خلاص خلص مش هقدر ايه او مش هلحق اعمل له ستادي تمام طب ايه تاني ميزيتها ان هي كويك و رخيصة طبعا وسريعة زي ما قلت لكم هي شط واحدة بس انا بقعد في مرة واحدة باخد معلومات مرة واحدة وخلاص مقارنة بالبروسبكتف كورت ستادي انا الكورت ستادي انا بمشي معاهم فولو قبل قدام بشوف هما ناس متعرضين لريسك فاكتور وناس مش متعرضين نشوف مين بقى اللي هيجيله ومين اللي مش هجيله ممكن نعد معهم سنة اثنين تلاتة عشرة ما هو على حسب بقى تمام ده اه وبالتالي اه رخيص وسريع طب ايه هالليمتيشنز اول حاجة كانت بيوز تو تست هايبوفيسز تشيكن ايج ضيلمة البضا ولا الفرخ بمعنى انا جاتي جيت لقيت اه في المثال اللي فات ده كنت بدرس الناس اللي عندهم قبستي في طلبة السنوية باشوف الناس اللي عندهم هاي كالوريك دايت والناس اللي ماخدتش هاي كالوريك دايت وهكذا طيب انا ايش ضمنني ان هاي كالوريك دا ده هو السبب في الاوبس دي تمام ممكن الشخص ده يكون اصلا اوبيز من ابل ما يبدأ ايا ايا اياكل هاي كالوريك دايت او ان يعمل حاجة دي كعادة عنده صح ولا لا وبالتالي انا السكروس سيكشن ستادي مش بتقدر تخليني ايباليويت او او اختبر الهايباتاسيس ما كونش عارف مين اللي جاء بل مين هل الاوبس دي جاءت الاول ولا ان هو كالوريك دايت الاول وحى كذا سمييها ايش دايلما طبيعي بمعنى انا مثلا بدرس مرض معين فانفترض لان كانسر يذب عند الناس فنفترض بعمل شخص بشوف فيهم وبعدين بشوف مين الناس اللي عندهم اللي تعرضوا للرسك فاكتور معين ومين اللي ما تعرضوش وهكذا فنفترض الناس كان جالها لان كنسر وميتت هيبقوا موجودين في الحسبان عندي لأ هبقى موجود في الدراسة بتاعتي وبالتالي تتعامل مع الناس اللي هم عايشين بس أو ناجوا بس can't be used in acute disease of short duration ده اللي احنا يستقيلينه الكرونيك ديز بيديني وقت أنزله واسأله وعمل إنما الأكيوت ديزيز مش بالحق هو أكيوت بيخلص بسرعة not suitable for rare diseases compared with the case controlled study طبعا ما ينفعش ليه rare diseases ليه أنا دوقتي عندي rare disease عندي مرض معين صعب إن أنا أجيب الناس اللي عندهم مرض ده rare disease فصعب إن أنا أجمع منه الناس عندهم المرض صحي كده بالتالي ما أقدرش استقيل منها في rare disease إنما الكيس كنترول لا الكيس كنترول أنا أصلا بجيب ناس already عندهم المرض وناس already ما عندهمش المرض وأبدأ أشوف risk factor بتاعهم كان إيه تمام تمام يبقى مهمة جدا أعرف cross section study و use بتاعتها و limitations حتى ما كنتي جدي written مهم من use بتاعته إن هاي بتعرفني prevalence rate بتعملني بتعرفني بتعمل hypothesis سيوتوبل الكرونيك و epidemiology try to identify causal relationship between some risk factors and occurrence of disease try to answer why the disease occurs من الآخر analytical يعني بعمل تحليل للحاجات اللي أنا بلاحظها ماشي؟ نسأل نفسنا ليه disease ده بيحصل طب ناتيكا status دي زي ما اتفقنا إن هي بتتكمل اتنين comparative groups إما case control أو cohort الكوهورت ده إما prospective أو retrospective وفي بقى comparative cross sectional زي ما احنا اتفقنا في الجدوى اللي هو آه قادي لأننا ناتيكا بصوا نفس الكلام بتاع الجدوى بزبط cross sectional case control أو cohort study مش حاجة مختلفة خالص طيب بسم الله لأنك بقى تعريف لcase control study هاي دي اللي هناخدها زي ما اتفقنا ودي آخر حاجة في المحاضرة case control study عبارة عن epidemiological study in which a group of persons with the disease of interest اللي هو case group and a group of persons similar to the case group but not having a disease control group يعني عندي case وعندي control ناس case عندهم المرض وناس control ليهم نفس مواصفات الناس الكيس دول ولكن ما عندهمش المرض يعني ايه نفس المواصفات دي هنا اخدها في حاجة قدام نسميها matching ان الكيس والcontrol اللي يكونوا مشتركين في نفس السن نفس البيئة نفس العرق يكونوا مثلا كلهم بيت يكونوا كلهم سود لو المرق لو الصدي بتاعتي بتطررت على العرق أو كده تمام فبيكونوا مشتركين في كل حاجة ما عادة ان الكيس عندهم والcontrol ما عندهمش المرض أنا بجيبهم عشان اقارن نسبة الناس اللي هم ما تعرضوا risk factor والناس اللي ما تعرضش risk factor ويجنهم نفس a disease عشان اعرف relationship ما بين risk factor of interest and the disease طيب يا سيدي ده interpretation odds ratio سيبوك منهم دوماقتي هناخدو تاني في الصلاة اللي بعدها بس مهم ان احنا نشوف اللي بعده الاوبعا كان نقرأه الكيس كنترول دي هو أنا عندي cases وعندي controls الكيس منهم الناس حصلهم exposure risk factor والناس ما حصل لهمش والcontrol الناس ما عندهمش مرض في منهم ناس حصلهم exposure risk factor وناس ما حصل لهمش تمام ده من سميل case control study ماشي يا سيدي case control قالك بيعمل assessment by interview by questionnaires اسمول يا جماعة by studying past records of cases hospital records كل كله بيقول ايه بيقول ان case control ده انا بحصل على المعلومات بتاعتي من المرضى طيب او من ايه تاني ان انا بسأل المرضى هل انت تعرضتوا risk factor ده او ان انا بحصل على المعلومات بتاعتي من عن طريق questionnaires تطلع رأيي بعمله بنزل في مجموعة من الناس وبديهم ورقة كده فيها اسئلة معانا يجاوب عليها او ان انا بروح بشوف التقارير في المستشفيات والناس اللي جانهم مرض الفلاني كنت بتعوج risk factor معانا ولا لا وهكذا يعني بحصل على المعلومات بتاعتي من كذا مصدر ده assessment of exposure بعد analysis and interpretation of the results تبقى من tabulation data framework of case control study لما يجي اعمل interpretation واناليس ال results بتاعتي انا حصلت على results معانا لقيت مثلا انا بدرس long cancer في الناس smokers مثلا فلقيت الناس smokers الثلاثين منهم حصلوهم لنك cancer وعشر منهم حصلو لهم شيء وهكذا تمام فدي من ساميها interpretation واناليس results بتاعتي بعملها على هيئة جداود وعملها على هيئة framework وهنشوف ده دلوقتي هذه انا عندي exposure والcase control بتاعي الكيس الناس حصلوهم exposure وناس محصلوهم exposure control ناس حصلوهم exposure وناس محصلوهم exposure ده a وده total بتاع ماشي بص اول حاجة لما نيجي نشوف rate of exposure among the cases من غير ما نبص في البداية rate of exposure معدل exposure among the cases معدل exposure among the cases هيبقى ايه هيبقى هنجيب الناس exposed اللي هما ايه على كل cases اللي هما a z c وضربهم في مي بس خلاص ده عدد الناس exposed among the cases على total number of cases اللي هو a z c وضرب في مي سهل جدا طيب لما جا أقولك معدل exposure among the controls سهلة بقى معدل exposure فيهم يعني b اللي هو ناس exposed على كل الناس control اللي هي b z d وضرب في مي سهل جدا number of those exposed among the control b على number of the control اللي هو b z d وضرب في مي تمام طيب الoods ratio الoods ratio اللي هو the rate of exposure among the cases على rate of exposure among the control بمعن بص الoods ratio ده حاجة مميزة جدا للكيس control لما يجيلك في العمل يعني على فكرة المتحانات العمل بتبقى عبارة عن ايه بتبقى عبارة عن كيس وبيتسألك عليها اسئلة مسائل تمام تحلها فالكيس control اللي بيميزها حاجة اسمها odds ratio الكيس control بيميزها حاجة اسمها relative risk تمام الر يبقى الكيس control بيميزها حاجة اسمها or او odds ratio مو دي مهمة جدا تبحث بالoods ratio ازاي قال لك طرفين فواسطين fd على b c تاني طرفين فواسطين fd على b c ده odds ratio تمام fd على b c طيب ده الانتربرتاشن of odds ratio اللي قلت لك في الاصلاع ده اللي فاتت سيبوه هنتكلم عني قدام انت بتشوف odds ratio لما اجي اعمل تفسير odds ratio انا جبت مثلا نسبة odds ratio في الناس في الناس اللي كاتفوا مرض معين تساوي 6 مساء فهنا افضل هناخد مثال دلوقتي طب انا الرقم ده يعانيلي ايه او تفسير ايه عندي اول حاجة لو كان odds ratio يساوي واحد ده معناه ان exposure is not related to the disease تساوي واحد معنى كده ان قمتين قد بعض معنى كده ان exposure مالوش علاقة بالdisease ما اثرش ما خلاليش الدزيز يحصل مش بسبب الدزيز حصل طب لو لقيت odds ratio اكبر من واحد depositiv depositiv association معناه ان exposure is associated with increased risk of disease بمعنى لو هو اكبر من واحد معنى كده ان البصد اكبر من المقام معنى كده exposure among the cases اكبر من exposure among the controls وبالتالي exposure في الكيس هو اللي خل الناس اللي عندهم المرض يجريهم المرض فده معنى positive association طب odds ratio لو كان اقل من واحد ده معنى negative association ان exposure is associated with a lower risk of disease لو اقل من واحد معنى كان المقام اكبر من البصد يعني exposure among the controls اكبر من exposure among the cases ده معنى ان odds ratio معنى exposure لما كلما exposure للحاجة دي زاد ده هيقلل لحدوث المرض مش هيزوده تمام ده نكتب association كلام هيتوضح اكتر بالمثال طيب قبل ما نعم ناخد المثال هناخد benefits limitation وزي هناخد A المسألة طيب ايه هي مميزات case control study كل المميزات اللي انا هقولها دي انتم عارفينها وفاهمنها جدا 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 هتتكتب على ايد نقاط بس اول حاجة انه هو suitable او مناسب لايه مناسب عشان اتست الhypothesis بتاعتي the disease of interest is caused by an exposure مهم جدا النقطة دي عشان لما جيت اسألك وقولك cross-sectional كان من ضمن the limitations بتاعته البضا ولا الفرخة chicken ايه ضلي لما لو انا مش عارف اتست سواء كان يوساء واحد او اقبل او اقلم واحد بقدر ان اتست الhypothesis بتاعتي اشوف مين اللي جي قبل مين مين اللي سبب ايه تمام بدي حتة مهمة جدا طيب كمان suitable diseases with long latency period طبعا انا عندي وقت طويل فعندي مساحة من الوقت ان انا اشتغل وابدع زي ما من قوله تمام وكمان long latency period الناس يجي لهم المرض لأ انا جاي بالناس كهزين اصلا عندهم المرض انا مش محتاج استنى وقت طويل مش محتاج ان انا اخذ وقت طويل فهو دلوقتي جالي مريض عنده long latency period disease يعني disease مش بيحصل الا بعد مدة طويلة disease مش بيجي الا بعد سنوات طويلة فانا بجيب المريض جاهز بال disease مش بستنى لما disease بقى يحصلوا وبالتالي case control مناسب جدا لlong latency diseases لما تيكو تاخدوا الكهورت هيقول لك ان الكهورت مش مناسب لlong latency ليه عشان الكهورت انا بابدأ ان انا اقفوله قبل عيان واشوف بقى يا مساهل لما يحصلوا المرض فده بياخد مني وقت طويل جدا فده مش مناسب معايا لما case control انا بجيب المريض جاهز بالمرض بتاعه بجيبه بعد مع عدة سنوات طويلة وبعد كده جالوا المرض فتعالي اللي بقى انت جاهز تمام كمان سيوتوب لليستودي rare diseases طبيعي انا برضو بجيب ناس عندهم rare diseases جاهزين بالrare diseases بدعهم مش هستنى لا يعلم بقى يحصلوهم rare diseases ولا لا تمام ما هو صوته بلاتة حاجات ان انا بتستل hypothesis بيخرجني من اج check in dilemma او check in a dilemma for disease with long latency مناسب لها كويس جدا و rare diseases على عكس الكوهورت يا شباب طيب وكمان هو easy و رابدو cheap انا بقعد مع العينين وبسألهم خلاص وباخد منهم معلمات بشوف الباست history مش بحتاج كتر من كده وبالتاني هو سهل وسريع مش باخد مني وقت كمان رخيص مش بحتاج وقت طويل وبالتاني مش بحتاج صرف خلوس كتير طيب طبعا بيحتاج 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 يعني ناس متطوعين اقل وناس هدرس عليهم اقل بحتاج الناس قليلين مش بحتاج ناس كتير يعني انا مثلا عندي مرض معين مرض واحد فنفترض الناس عندهم لانج كانسر فببدأ وانا بسألهم او انا بدرس بدرس الناس ممكن اشوف اكتر من عادي ممكن بقى اسألهم هل بيتعرضوا للسجاير هل كانوا بيمارسوا حاجة معينة هل كانوا بعملوا حاجة معينة بشوف كذا عادي براحتي من خلاص انا عندي الشخص اللي جاء المرض وابدأ اسأل براحتي براحتي على حسب هاخد بقى معلوماتي من المريض او هاخده من مستشفى او غيره طيب بحصل مهم رخيص وسهل بيحتاج ناس قليلة كان اكزام مالتبور اكزبوجر فاكتور فا سينجل ديزيز اه بقى من اشميشن للا او و مهم حاجة اللي انا بشرحها هي دين مهمة حاجة اللي اما مشيها عادي دين ملاش لازم طيب الميتيشنز ايه هي الحاجات اللي بتوعقني في الكيس كونترول اول حاجة ان هو ركز معي كويس جدا دلوقتي هو بيستادي رير ديزيز عادي انما في الكوهورت هنبدل في الكوهورت هيبدل يقولك ان هو استادي استادي رير اكسبوجر ولكن ايه بقى الموضوع ده بوسيسي هو الموضوع يعني صعب شوية في الفهمة بس حاولوا تفهمو معي لو فهمتو الحمدلله ما فهمتو مش مشكلة خاصة مش مطلع انك تفهمو حفظوا زي ما هو تمام انا دوقتي كيس كونترول انا بجيب كيس بس انا تحاولوا نرسم ممكن الموضوع يوضح شوية ماشي انا بجيب كيس ماشي وابجيب ناس كونترول معندهم ش المرض ماشي طيب انا عندي بدرس ما عندش مشكلة الناس دي عندهم ما عندهم ونز Like والناس اللي هما ما عندهما من ونز Like ونز Like العلو جدا انا سهل بالنسبة لي ان انا خلاص جماعت الناس اللي هما عندهم المشكلة وابدأ اشتغع ليهو ما فيهش مشكلة طيب بالنسبة أنا عندي ناس هم عندهم مرض وناس ما عندهمش مرض طيب الناس اللي هم عندهم المرض دول هل احتمال ان هم يكونوا تعرضوا للرير اكسبوجر ده وليل ولا حبة صغيرة لا طبعا حبة صغيرة عشان ده رير اكسبوجر ده مقنادرا اصلا ان حد يتعرض للتعرض ده صح صح ولا لا وبالتالي انا لما اجي ادرس الكيس كنترول استطي فانا صعب بالنسبالي ادرس الرير اكسبوجر عشان انا مش سهل الاقي ناس تعرضت للتعرض الريير اكسبوجر تمام ربكم انتفهم ناس بدرسهم رير ديزيز عادي ليه عادي خلاص هم حصل لهم المرض مفيش مشكلة خلاص فيهم طيب الناس اللي عندهم رير اللي هم عايز ادرس رير اكسبوجر لا مش عادي عشان انا مش سهل الاقي ناس تعرضت للاكسبوجر الرير اكسبوجر اتفقنا اتفقنا طيب بعد كده بيقولك ايبقى ان هو ناطسيتو بالخور رير اكسبوجر كمان ان هو بيعملي مشكلة البايز ايه بقى مشكلة البايز دي يعني ايه بايز اصلا بايز شباب عبارة عن error عبارة عن خطأ خطأ ده بيؤثر على نتيجة الستادي بتاعتي يبقى البايز عبارة عن خطأ بيؤثر على النتيجة الستادي بتاعتي مش طب ايه هي انواع البايز اما تكون ريكول بايز او بايز ديو تو كونفاوندينج فاكتورز او سيليكشن بايز ماشي جدا طب ايه بقى الريكول بايز دي؟ واحدة واحدة هنفهم كل واحدة فيهم بالروحة ريكول بايز او انترويو بروبلمز بص ناسي دي انا دلوقتي زي ما قلتلك لما يجي ادرس كيس كنترول فبجيب الكيس وبجيب الكنترول وببدأ اسأل كل واحد فيهم تعرضوا لريسك فاكتورز معينة او لا معروف وطبيعي ان زاكرة الانسان بتسقط حاجات فيه حاجات بتتنسي فيه حاجات بتحصل معاك وتنساها بتاخد ادوية معينة وتنسا ان تخدتها بيحصل لك حاجات معينة وتنسا انها حصل ده من سميه ريكول بايز مشاكل بسبب زاكرة الانسان ما قدرش اعتمن عليها مية في المية فممكن اسأل الناس انتو اتعرضتوا لريسك فاكتورز معين ده اخدتوا الدول معين ده ولا لا فيه ناس تفتكر انها خدتوا ناس تكون خدتوا بس ناسة انها تقول لي لا مخدتوش وده يأثر على ايه على النتيجة بتاعتي تعال نقرأ المثال people with disease may remember exposures differently more or less accurately than those without disease حلو جدا example بتاعي جميل جدا اطفال للسمولودين عندهم مشاكل في القلب هجيب case group هجيب ان هما case group اللي هما الامهات لاطفالهم عندهم heart malformation والcontrol group امهات عند اطفالهم نورما عندهم مش مشكلة both groups are asked about medications used during pregnancy هسأل كل ام انت خدت ادوية ايه وانت حامل طبيعي طبيعي اني mothers of infants with defects will have already spent hours thinking about what have or what might have caused the defect what is something i talked كل ام هتبدأ انها تسأل نفسها انا خدت ايه وانا حامل ممكن تكون اخدت الدواء ناسية انها خدته او مش فاتلة او ما تتوقعش ان هو ده اللي that's none differential misclassification وهذا حتة دي صراحة شباب انا مش فهمها كويس او مش عارفة موقعها ايه من الاعراب بس على حثم ما فهمت اني بيقولك لو groups عندها نفس النسبة من errors فخلاص كده يعتبر ان ما فيش فرقة ما بين groups عندي في النتايج يعني من اتنين عندهم نفس النسبة في الخطأ وجدت نظري كلمة الحتة دي من هاش ايه لازمة خالص تمام وفكرة انك تعرف تفهم معناها بس مش مطلوبة منك اكتر من كده عظيم طب ايه بقى selection bias selection bias انك اخترت بشكل خاطئ او في مشاكل في اختيار الناس بتوعك type of bias or error when researchers choose who is included in a study في خطأ في researchers اللي هما بيختاروا الناس اللي هما هيدرسوهم results can't be applied to the population وبالتالي انا لما يكون عندي خطأ في اختيار الناس اللي هادرسوهم سواء مثلا اخترت الناس هادرسوهم دول المجموعتين مش متشابهين في العوامل اللي اتفقنا عليها في مشكلة انا اخترت افضلت 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 في اختيار مجموعة عن الاخرى فده عمل لي مشاكل في results بتاعتي مقدرش ان انا اعمل results to application no external validity مش صالحة results تاعتي مش صالحة in accurate representation of the relationship ومقدرش ان انا اعمل representation مقدرش اجزم اني كذا هو السبب للمرض الفلاني عشان ايه عشان انا عندي مشاكل انا عندي اخطاء في مقدرش اعملها a black population بتوعي سهلا البيض افهم مقصودها من تهينة مش عايزين اقترب منك اقترب من كده خالص جميل افضل اخي الحتة عندي بعد كنا نحل سؤالين تالت matching ايه بقى ال matching زي ما اتفقنا ال matching ده ان انا بجيب المجموعتين يجب ان يكونوا شبه بعض في كل حاجة الا حاجة واحدة ان المجموعة دي عندها مراد المجموعة دي لا بس خلاص هو دلي سليد concern that cases and controls may differ in characteristics or exposures other than that observed in the study to overcome this problem we can match cases and controls in regard to potential factors of concern لازم اعمل matching ما بين الاثنين في الحتة المهمة اللي المفروض لو محصلش matching ما بينهم هتأثر على النتيجة بتاعتي فلازم كلهم يكون لازم المجموعتين يكون في matching ما بينهم في كل حاجة matching selects controls that or similar to cases in characteristics such as age, race, sex, social economic status, occupation وهكذا تمام اعرف اين السلايد دي كلها عشان ما تعبش نفسي في الحفظ اعرف ان اخلي المجموعتين شبه بعض في كل حاجة خاصة اتفقنا يا سيدي The advantages and disadvantages نفس الكلام مش اي حاجة جديدة خالص انا بس حطيت السلايد تانية علشان الدكتور حطها تانية The advantages and disadvantages تركيز control inexpensive يعني شي برخيص مش بتاخد وقت كويك زي ما اتفقنا في حتة هي تمام نخلي بالنا Stutable for diseases with long latent period زي ما قلنا Can examine multiple etiologic factors for a single disease at the same time برضو قلناها No drop out problem يعني ايه No drop out problem بص احنا ما يجي لما تفقدوا ال cohort study هتعرفوا ان انا لما يجي اعمل فلو قبل العيانين فانا بعمل فاستمر بقى بشوف الناس اللي بتتعرض دي حصل لهم ايه والناس دي حصل لهم ايه وانا ماشي فيه ناس تموت مني صح؟ فيه ناس بترضاش تكمل الاستادي معي صح؟ مانا بمشي بقى شهور سينين بقى على حسن ما الدراسة تاخد معي وبالتالي فيه حاجة اسمها drop out problem مشكلة drop out السقطات اللي بتسقط مني دي الكيس كنترول ما يبقاش فيها مشكلة drop out دي ليه؟ مانا بقعد مع العين خلاص انا جبت الناس وعلى ما حصلوهم من المشكلة وبقعد بقى اشوف بقى بنرجع بالذاكرة الورا مش بيبقى فيه drop out ولا حاجة مش بيبقى فيه follow up اصلا عشان يحصل ال drop out ده طيب can not calculate disadvantages لما اخذ اجمع disadvantages relationship between exposure and disease difficult to establish العلاقة ما بين exposure and disease difficult to establish بمعنى ممكن يكون بص هقولك ممكن ان انا مقدارش يعني في الاخر في الاخر رصائي ممكن مقدارش الاحظ برد كويس ايه المشكلة بصدد ايه risk factor ممكن ان العيالين اللي باعمل عليهم دول يكونوا تعرضوا risk factors كتير قوي وما كونش عارف اني واحد risk factors دول لعملي المشكلة تمام اه طبعا Inefficient can not calculate incidence مقدارش ان انا calculate the incidence بتاعها selective and recall bias زي ما انتفقنا يبقى فيه recall bias selective a bias حلو جدا يبقى ده كيس control study خلصناها اه فاضل ايه فيها تاني اه هناخد اجزام بالكميسان وخلص بسم الله هنراجع يا جماعة في الاخرى هنراجع على كل المحاضرة في الاخرى اقول لكم ايه المهم انتركزوا عليه اه انا نركز بقى في الحتة دي عشان هو ده الامتحان سؤال الامتحان العملي بيجي كده يا جماعة عندي الزمان بتين ayı انتركزوا عملي بالتوضع عندي ولكن العامد الماضي انتركز عندي مين متين والكنترول حلو قوي Both groups were interviewed to obtain information on history of exposure to sun rays Those with history of exposure were 120 among cases and 40 among the control 120 من الكيس تعرضوا للsun rays و40 من الكنترول تعرضوا لها هيتطلب مني ايه السؤال قالك هيتطلب مني ارسم flow chart و tabulated data و mentioned the dependent and independent factors و استمد the risk of exposure to sun rays هنحل مع بعض واحدة واحدة اول حاجة flow chart و الناس و كنترول عددهم 200 الهيستري في اكسبوجر قالك 120 من المتين حصلهم اكسبوجر و 40 من المتين في الكنترول حصلهم اكسبوجر وبالتالي اقدر اجيب النوع اكسبوجر ايه وطبعا هطرح بقى 120 اطرحها من 200 هيفضلك 80 محصلهم اكسبوجر وهنا 160 محصلهم اكسبوجر هو ده flow chart بتاعك هتبدأ تكتب الpatients اللي حصل لهم الممرض وتبدأ تشوف الاكسبوجر و نقط اكسبوجر في كل واحد فيه طلب ايه ثانية طلب منك tabulation ل ال data صحي كده عملنا على هيئة جدول الناس حصلهم اكسبوجر وعدد كل واحد فيه مهمة جدا انتو بتحقيق يا جماعة انتو بتذكروا تضربوا نفسكو على tabulation ده عشان في العمل يكونوا سريعين ما تعتمدوش انك حافظتوا الشكل بعينكو بس اتدربوا و اكتبوا ايديكو طيب عايز estimation بروح rate of exposure to sun rays among the cases معدل exposure to sun rays among the cases من غير ما نبص هنا انا عايز exposure to sun rays ان هو هدا among the cases يبقى 120 على كل كيس اللي هم 200 و اضرب في مية يعني 60% من الناس اللي عندهم المرض تعرضوا لل sun rays طيب rate of exposure to sun rays among control معدل الناس اللي تعرضوا لل sun rays امان control يبقى هنا الناس تعرضوا لل sun rays 40 على كل كنترول 200 يبقى 20% من الناس التعرضوا لل sun rays طيب دلوقتي انا عايز اشوف اعمل estimation لل risk اشوف الموضوع ايه هل بتعمل بيزة سكر عسلومة ولا ايه طيب انا لما اجيب هبقى هقسم من ال red of exposure على ال red of exposure على ال among ال red of exposure بتاع الكيسز على ال control هيبقى 60 على 20 يبقى كده اكتر من واحد يبقى كده ايه 60 اكبر من العشرين يعني المعدل exposure اكبر من في الكيسز اكبر من معدل exposure في ال control ده معنان في association between between ماشي طيب لم ييجي يقولك بقى هاتي يا معلم سهلا قلنا طرفين في وسطين if d على bfc 120 في 160 على 40 في 80 هيساوي ستة طيب اعمل interpretation ال old ratio ده معنى ايه يعني؟ قالك معناه ممكن تقوله ب 3 طرق ممكن تقول ان those exposed to sun rays are 6 times at risk to have basal secret sonoma than those not exposed الناس اللي هم تعرضوا لل sun rays عندهم ريسك اكتر ان يجلهم basal secret sonoma بست مرات عن الناس العاديين او الناس اللي هم عندهم basal secret sonoma tended to be exposed ممكن يعني ميالين اكتر ان هم يكونوا تعرضوا لل sun rays ست مرات greater than those without basal secret sonoma طيب ممكن تقول ايه تاني It's 6 times more likely to find period exposure to sun rays amongst patients with basal secret sonoma than among those free from basal secret sonoma ايه صيغة من التلاته دول ينفعوا من الاخر الناس اللي عندهم المرض تعرضوا لل sun rays 6 مرات اكتر من الناس اللي ما تعرضوش وهكذا طيب exercise 1 هندي الاسئلة بدأ قد ايه description of 35 patients with thyroid cancer or regarding post-history of exposure بالراحة هم هنا طالب ايه جماعة عشان تكون عارفين بس في الاسرسايز طالب نوع نوع الاستادي بتاعتي ماشي بالراحة مدام دسكريبشن خلاص انا في الدسكريبتف مين في الدسكريبتف عندي اتنين مين هم الكيس سيريس والكيس كونترول طب الكيس انا بقوله ده الكيس سيريس والكيس ريبورت تمام الكيس ريبورت بتبقى حالة واحدة الكيس سيريس اكتر من حالة شفتوا احنا تقريبا حالة المي بتاعه دسكريبشن اللي 35 عيين 35 عيين يعني اكتر من حالة يبقى ده كيس سيريس نوع هم كيس سيريس لليه عرفت منين دسكريبشن يبقى فاكر في كيس سيريس اكتر من عيين يبقى ده كيس سيريس حلو سارسايز 2 patients admitted for uterine prolapse where age and social class matched with fellow patients without prolapse and surveyed as to chronic constipation history to assist the possible association of chronic constipation and uterine prolapse مدام قال البوسبل association ما بين الكونستبايشن و uterine prolapse انا عايز شوف الاسسيشن يبقى ده ايه يبقى ده كيس كنترول ليه بردو كيس كنترول ليه مقلتش كهرت عشان قال لك انا عندي مجموعتين ناس عندهم وطفل واضح الواسسيشن وناس عندهم كرونيك ايه كرونيك كونستبايشن حلو اوي يبدأ كيس كنترول سطادي اه تسعة وثنين ير اوضمان شخص عنده تسعة وثنين سنة لكي زوق الكلام هو شخص واحد تمام عنده بيحكي لك قصة حياته بص مدام لقيته بيحكي لك قصة حيات الشخص وهو شخص واحد يبقى ده عبارة عن إيه عبارة عن ريبورت تفصيل دقيق عن حالة الشخص آخر حاجة بيقول لك 75 out of 100 randomly selected leukemia patients had exposure to ionizing radiation while 60 out of 100 randomly selected healthy individuals who did not differ from patient with respect to age or 6 had experienced exposure to ionizing radiation فكروا كده وقفوا الفيديو فكروا بروح شطرين دي حالة كيس كنترول أنا عندي كيسز وعندي كنترول آآ عندي ناس عندهم ليوكيميا وناس ما عندهم شي وعرفت كل واحد فيهم حصل له ايه وهكذا ونسبة اللي حصل له الموضوع واللي حصل له والكلام ده جينا السيرة دي بقى ده كيس كنترول ايه كيس كنترول استطيع الحمد لله احنا كده خلصنا المحاضرة انا عارفة انكم حاسيتم ان الدنيا لغبطت وكله دخل في بعض اهم حاجة بس اهم حاجة بالنسبة ده انكم كنت فهمتوا كل كلمة تقلت ازاي او فهمتوا الفكرة العامة هنرجع على المحاضرة سريعة جدا جدا مش تاخد من هنا وقت بإذن الله آآ الابديميولوجي عرفنا ان هو عبارة عن ايه عبارة عن وقلنا اهم كلمة عندي ان هو وده اهم حاجة في الموضوع ده ده كله ان هو الابديميولوجي تلاتة دي دي مهمة جدا آآ كمان ان انا اعرف آآ الانواع بتاعت الابديميولوجي وعرفنا ايه الانواع انا نان اكسبرمينتل واكسبرمينتل والانديفتجوال والبوبوليشن كل واحد فيهم ديسكريبتف واناليتيكل آآ وخلنا اول حاجة آآ المقارنة بينهم وعرفنا ان نان اكسبرمينتل فقط يلاحظ السير الطبيعي للاحداث انما الان اكسبرمينتل بيحدد تعرض وبيتابع وانان اكسبرمينتل بيلاحظ وبيصف او بيلاحظ وبيحلل عشان ينوعين لسكريبتف واناليتيكل وعرفنا ان هيراركي بتاع الابديميولوجيكا ستادز ويقولن ان مهم جدا جدا مهم جدا ان انا اعرف اول حاجة سيستيميك ريفيو واقل حاجة الانواع وبرضو اللي بينهم مهم يا جماعة مهم قوي وعرفنا فانالا من الكيس كنترول والكوهورت الكوهورت بتابع مع العيان والكيس كنترول لقى بجيب حلتي مجموعتين مجموعة حصل لها مرض مجموعة ما حصل لها وابدأ ارجع بالزاكرة الورا اه 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 قلنا ان هي بتصف الديزيز بتلاتة بي البيس والبورسون والتايم اه بعد كده الكيس ريبورتز وقلنا ان هي اه ليها تلاتة فيتشرز مهمين جدا بيبي فيه تفصيل تقيق للموضوع بتديني فرستي كلو عشان اعمل ادنفكيشن لديو وعمل بتديني نيو هايبقو تصيز ودي حتة مهمة جدا بعد كده عبارة عن كيس ريبورت جنب بعضها وفيه حتة مهمة جدا ان هي بتتبع روتين سورفلنس اه وعرفنا الاكزامبل بتاعها بعد كده اه عرفنا نفس الكلام بتديني هايبقو تصيز بتديني بتديني سيميوليشن للانالاتيكال ستاضيز ويممكن الكيس سيريز اه تتحول لكيس كونترول عن طريق ان انا بجاب لها كومباريزن جروب ببدا اقارن الحاجات المهمة ما يتلاقوه في الداتي يا جماعة ما حطوك جنبها لاما كلمة important او كلمة true false او بتاع اللي بيكتب ده written يعني يعرفنا ان هي اهم حاجة بتميزها ان هي at one point in time وفرقناها عن longitudinal اه اه وعرفنا ان هي اسامبل طيب بتاعها كل مرة بتبقى مختلف عشان انا كل مرة بياخد من حد مختلف مش بياخد من نفس الشخص اكتر من عينة اللي مجدونا العكسها اللي سبس بتاعتها بتبقى snap short كده short مرة واحدة لما اللي مجدونا بتديني changes over time اه دي board ممكن تجيلي في المقارنة لما عندوك short essay اه وعرفنا example بتال cross sectional انا مثلا بقيس الاوبستي في ناس معينة فبعرف معدل الاوبستي في امانج الناس الكلت الهاي caloric او معدل الاوبستي number of population اللي انا بدرسهم cross sectional study عرفنا استخدماتها ولميتيشنز بتاعتها ودي بلدو مهمة بتعرفنا بتعمل هيبوثيس وي ام بتبقى سيوتي بال chronic diseases ورخيصة وكلام ده مشكلة فيها مهمة جدا البضوة للفرخة دي حتة مهمة جدا can't be can't be used in test hypothesis بتعامل بس مع ناس survival we can't be used in acute diseases وبتنفعش في rare diseases الاناليتيكة البقى وقلنا ان هي case control وكوهورت وهكذا comparative cross sectional وعرفنا case control وعرفنا ايه الفرق ما بينها وما بين الكوهورت انتم برضو هتخذوا الكوهورت بعدين case control انا عندي ناس case وناس control وابدأ قلن ما بينهم من حيث exposure وnot exposure الكلمة اللي بتميز الاناليتيك status انها بعرف تمام بعد كده عرفنا ازاي ان يجيب اهم حاجة في case control يا جماعة هو وعرف ازاي اعمل لو بيساوي واحد يبقى لو اكتر من الواحد يبقى لو اقل من الواحد يبقى وعرف ازاي طرفين فواسطين زي ما هنشوف دي بقتي اهو في الاخر هنلاقي ازاي طرفين فواسطين البنافط بتاع case control انها بتسطيل هاي افطرس على عكس الكروس الدول للفرخة والفرخة ازي ورخيصة ام ممكن ادرس اكتر من exposure factors وعرف ارى او مشاكل البيز وعرف انواع البيز ام او confounding factors او selection buys بس وعرفنا بقري كل بايز ان انا عندي مشكلة في استرجاع المعلومات زي المثال بتاع الام والاي والطفل اللي عنده هارت مالفرميشن والسيليكشن بايز انا عندي مشكلة في اختياراتي للاشخاص مفيش ماتشن جميع منهم مثلا طب ايه هو الماتشنج ان انا لازم يكون المجموعتين ان انا بدرسهم مشتركين في الصفات بتاعتهم مع بعض الا حاجة واحدة ان دون ناس كيس و دون ناس كنترول بس الادفانتش و ديس ادفانتش و ديس قلناها ما فيش حاجة جديدة قال ايه ان فهمني يعني ايه انه ما فيش حد منهم بيموت وفيش حد منهم بيسقط مني و عشان انا ببساطة مش بعمل انا باخد منهم المعلومات و بعمشي طايم وعرفنا بتاعتنا وعرفنا ازاي تتعمل اه وعملنا الناس اللي هم والناس اللي هم اه وعرفنا الريت فكسبوجيا وريت فصان اه ريز ومعرفنا الوز ريشي طرفين فوسطين اف دي على بي في سي اه تلع مثلا بستة فانا بعملوا انتربلوتيشن بفصروا بان انا اقول الناس مثلا اللي هم اكسبوزد ست مرات ان يجي لهم البي سي سي اكتر من الناس النات اكسبوزد اختروا لك اي صيغة الاسهب النسبة لك قولها بس والاكسرسايز دي مهمة جدا يا شباب عشان ممكن تيجي في المتحان جدا اه عشان دي موجودة عندوك في ايها السادات والستهدي انا كنت من المحضر تباونا ناقس علي الاطالة المحضرة فلان طويلة اه يروب اكون عرفت وجراء المعلمات الى الان كرحمة ارى ان همه اصلا مادة غريبة هلامية حاولوا تفهموا على قد ما تقدروا وعندوه والله لم يجرى شيء عن شيء ستجدوا نفسوكو بتحلوه واتكونونا فوجد اهم هشة الحاجة التي اركزنا عليها كانمريشن او كده ادخالوا بلكل منها عشان لو كدركوا كتبها بس ان انا غير كده افهم الفكرة وعدي افهم الفكرة وعدي مش لازم كل كلمة تفهم معناها ايه وتحفظها وكده خالص بالعكس حلو الاسئلة ان شاء الله هتنزل مع المحاضرة ولو في اي مشكلة او اي استفسار او اي حاجة فيه فورم الفيدباك او ابعتوا على رسال البيتش وياريت برضي قولنا رأيكم في المحاضرة في الفيدباك عشان دي اوم مرشح كوميوليتي فا مش عارفوا ليني عندي عاملة ازاي شكرا انيكم من اسف علي اطالة مع السنة